برح زي ما تابعنا في الأخبار مع لمية كان ختام الدوري المصري الممتاز اللي انتهى بتتويج فريق نادي الزمالك بلقب بطل الدوري وبرامة زكان في المركز الثاني والأهلي حصد المركز الثالث موسم حصلت فيه مفاجآت كتير جدا علشان كده النهاردة هنسأل إيه ترى الفرص اللي قدر يقتنسها نادي الزمالك علشان ينفرد بصدارة الدوري ويلقب أو يتوج به اللقب هل الأهلي قادر على العودة إلى الموسم الجديد أو العودة بشكل مختلف في الموسم الجديد الحقيقة سئلة كتير جدا عن الموسم المنتهي من الدوري المصري الممتاز واستعدادات الأندية للموسم الجديد هنحاول اللي احنا نجاوب عليها النهاردة مع ضفنا الناقد الرياضي محمد عفيفي اللي مشرفنا في يالوستوديو في صباح الخير يا مصر أهلا بك محمد صباح الخير صباح الخير هدير هانم صباح الخير رسالة أحمد صباح الخير على كل مشاهدي سبعة الخير يا مصر أينما كانوا في ختام موسم استثنائي بنفس طويل وتحدي كبير فاز فيه أو بي في الأخير من يستحق بالتأكيد هون هذه الزمالك؟ أكيد محمد يعني عاوز تقولي حاجاتي أنا حسيتك عاوز يعني إحنا شفنا موسم في الحقيقة كان يعني مليء بالكثير من المفاجآت صحية والأهلي أصبح هو الثالث والزمالك حصد اللقب ويمكن دي حاجة ما كانتش مفاجأة بالنسبة لنا لأنه هو حصد اللقب بقاله بفترة يعني أو خلاص محسوم الأمر ما قبل ثلاث أسابيع رسميا لكن محسوم بشكل إكلينيكي من قبل خمس ست ساعة أسابيع من قبل الداب طيب الفرص اللي استغلها نادي الزمالك عشان يقدر لهو يعني يقترس هذا اللقب سقوط المنافسين استغلال الفرص في فكرة أنه اللي حواليك بيساعدوك فانت لازم تساعد نفسك ركز مع نفسك وقدر أنه يوصل للمكانة المحترمة المنتظرة أنه يفوز باللقب الثاني على التوالي رابع مرة في تاريخ نادي الزمالك ما حصلتش أنه فاز بأكتر من لقبين متتاليين وعملها أربع مرات بما فيها نسختين نسخة الحالية أو التي انتهت بالأمس ونسخة العام الماضي العام الماضي كانت أصعب شوية لأنه الأهلي كان حتى يمكن بينافس للحظات الأخيرة ومباراة الجونة في الجونة هي التي أثرت بالسلب على منافسة نادي الأهلي في اللحظات الأخيرة وكان الأهلي بتقلو في هذا الموسم لا الأهلي بعيد والأهلي حصلوا الدروب بتاع فكرة الانخفاض في الكيرف الفني ما بعد النتائج الكبيرة في وقت غلط صحيح طبيعي طبيعي أنا مش شافني الأهلي في أزمة بالمناسبة بس الأهلي الطبيعي بتاعه أنه انخفض في الكيرف الفني ما بعد النتائج الكبيرة وهي اتنين دورة أبطال أفريقيا فيه فرق لما بتحقق دورة أبطال أفريقيا ممكن تعيش على عشر سنين مثلا فمش أصدي فريق بعينه بس عشان بقوا قعين بس أصل أن هذه طولة كبيرة جدا فما بالك فريق حقق لقابين متتاليين لدوري أبطال الأفريقي يليهم لقابين متتاليين للسوبر الأفريقي في الأراضي القطرية ثم بعد ذلك أنت بتحقق كمان اتنين برونزية عالم للأندية ودي مش سهل أنت تتحقق في عامين متتاليين تلت عالم بالضبط برونزية العالم للأندية فأنت واصل لما كان محترم الكرف الفني بتاع العبين لعبة النادي الأهلي بتشارك امتن أكثر من لعبة نادي الزمالك مع المنتخب الوطني بصفة أساسية حتى زيزو أحمد سأزيزو مكانش بشارك بصفة أساسية في أمم أفرق على سبيل المثال حال عمر السلية وحمد فاتح اثنين من العناصر الأساسية الارتكازات اللي موجودة في النادي الأهلي اللي بتلعب دوما النادي الأهلي وأنا بحضر تدريبات في النادي الأهلي تدريب النادي الأهلي فيه ضغط لأنه الضغط الذهني بتاع العبين أنه بيتنفذ خطط بعينها والتحركات والتكليك والاستراتيجية والأسلوب ومدير فني وبعد كده يجي مدير فني بأسلوب تاني خالص وانت لازم تنفذ مع الضغط بتاع المباراة مع المنتخب ومع النادي الأهلي في كل البطولات كان فيه عشرة نشر إصابة تقريبا بالضبط وجدت في أوقات غلط فبتضغط على لعبين الأساسين اللي هم أصلا مضغطين على مدار السنة مع المنتخب والنادي وعدد ماشرات كبيرة جدا وضغط البطولات المحلية تالت موسم على تولي مضووط ما بعد موسم كورونا فانت شغال فممكن ذكرتها معاكم من ذي قبل أن العبين دول مش مكان ولازم يرتاح وكان قرار الإراحة في توقيت شافه جمهور الأهلي أنه غلط لا احنا كان ممكن ننافس أكتر لكن فيه ظروف محيطة بالمباراة قالت لا خلص الموسم مش بتاعنا احنا زي نقوله كده داي اوف سر تقلق الزمالك هل هو بس ما قالت أنه استغل حالة المنافسين بالنسبير واللي ما كانتش في أحسن حالتها ولا كمان فريرة كان كلمة سر في الموضوع وأنه اتعلموا من أخطائهم اللي حصلت قبل جدا 100% جزء مهم جدا فكرة التعلق من الأخطاء فريرة لما جاي جيب مشروع الرجل عارف كويس قوي الكرة المصرية وعارف كويس قوي نادي الزمالك وموجود معاه كان حقق لقب في عام 2014-2015 كان لقب رقم 12 ثم عاد من جديد والزمالك ناس كتير تقول مش في أفضل حالاته لما يتوقف القيد من الزمالك لكن انت عامل فريق اسمه فريق الأمل حطت فيه مجموعة من العناصر المختارة بعناية أنها تتدرب على نفس كفاءة الفريق الأول علشان تعوض اللاعبين اللي مش هيجوا في وقف القيد فضلا عن أنه ما خرجش لعبين مميزين من نادي الزمالك في الوقت اللي كان فيه لسه طرق حمد موجود ومحمد بوجابا الموجود وبعد خروج فرجاني ساسي ظهر مثلا إمام عشور بالمستوى اللائق المطلوب المرغوب فيه فالتعويض ما كانش فيه صعوبة لنادي الزمالك ولما توقف القيد دخل لعيبة من العناصر اللي هي عناصر الشباب مع مجموعة أساسية فيه ما بينهم أحمد السيدزيز اللي هو أحسن لعب في مصر فيه ما بينهم إمام عشور وأوباما وشكابالا وأسماء كبيرة تقيلة موجودة مع المنتخب أو معنى ديها مستقرة في المستوى الفاني وبترتفع في الكيرف الفاني كم قد فما كانش فيه صغرة كبيرة أنا مش شايف يعني فيه ناس كتير يقولك أصعب موسم على نادي الزمالك أنا شايف أنه من أسهل المواسم على نادي الزمالك لأنه مجموعة لعناصر من الأساسيين موجودين ومستقرين وبيرتفعوا في الكيرف الفاني وثابتين وعاليين كمان صحيح مع ناصر الشباب اللي بتتدرب بشكل كويس جدا من فريق الأمل اللي دخلت بشكل مدروس على فريق الأول بثقة المدير الفني فريق مع مدير فني عارف كويس أو نادي الزمالك وعنده مرونة تكتكية وعارف إمكانيات اللعبين فبيقدر يطوع أفقاره مع اللعبين الموجودين على الأرض الملعب في كل المباريات فضلا عن خروج الأفريقية طبعا أنه ما شاركوش كتير ومن ثم فيه إراحة بشكل أو بآخر طيب بمناسبة الحديث عن المدير الفني وفريرة تحديدا هل شايف فيه كيميا ما بين عقلية اللعيبة والمدير الفني البرتغالي لأن شفنا منتخب مصر برتغالي شفنا الأهلي قبل كده برتغالي ففكرة التقلق مع مدير فني برتغالي لوجود كيميا ما بين اللاعب والمدير الفني واقعيا وعلميا والناس اللي لا شغلت معها حتى برا مصر وكده لأ عشان بنبقى واقعين أنا ما نقولش كلام إنه تعرف إحنا المصريين نحب قوي الحاجات نحب نحب متفائل متشاء لا واقعيا لا طبعا إن شاء الله مدير فني من بانجلادش ما لأ شلق إيه أفكاره وبيقدر يتعامل مع اللعبين إزاي إزاي والشخصية اللي بيتعامل بها مع اللعبين شخصية المدير الفني يمكن جوزي منو الجوزي اللي جاء إلى مصر كبرتغالي هو اللي رصخ فكرة إنه البرتغاليين أذكية والبرتغاليين بشكل عام أذكية حتى جوزي مورينو ملعبش كرة لكن من الأفضل المديرين الفنيين اللي مروا في تاريخ كرة العالمية بشكل عام وغير في الشكل العام زي كده في عالم كرة اليد المدرسة الإسبانية مدرسة عالية أو محتكرة دلوقتي كل الأندية والمتخبات على مستوى العالم التقال كمديرين فنيين هما إسبان نفس الكلام على مستوى كرة القدم لا البرتغاليين أذكية بيعرفوا يتعاملوا إزاي مع كل فريق رحله والدوري والمنظومة العامة اللي هما فيها فبيض أقلموا صحيح قالوا له دي آخر مباراة لي قالوا دي آخر مباراة هذا الموسم بالزبط برائق شايف ده زكاية البرتغاليين اللي بيتكلم عليه برزا صوارش رايح ستين معنا ده أحسن مدير فني ببرتغالي مجاش طيب هو أسأل يعني مش عايز أكون قاسي بس اللي اختاروا غلط واللي اختاروا مش على دراية بس اللي اختاروا قال لك الأهلي بنجح معاه أي مدير فني على أساس أنه الأهلي بالوضعية بتاعت اللعبين اللي هما مرتاحين الكويسين اللي لو جبنا كمل بيهم سامي ومصان حتى لنهاية الموسم لو كانوا في حالتهم كان ممكن ينافس على اللقب أي مدير فني هو دايما النادل قلبي فكر فإنه ما جيبش مدير فني زي مثلا المدير فني بتاع مدخب مصر رجل تقيي الاسم كبير أنا عايز مدير فني جعان شوية مش جعان دي حاجة واش جعان إنه عايز حقق ذاتي زي بيت سمو سيماني الرجل وصل لكاس علامة الأندية مع فريق الجنوب أفريقي وحقق لقب دور أبطال أفريقيا في 2016 لحساب الزمالك وكماشي كويس بس برضو جعان للبطولات والألقاب وتحقيق الذات ولذلك لما جابه النادل آلي هو عايز يعمل حاجة تمانده تحدي بزبط وأنا قلت هنا في صباح الخير يا مصر أول ما جاء تاني يوم قلت هو مش قدر النادل آلي لكن هينجح مع النادل آلي لكن سوارش سوارش من النادل آلي مين سوارش سوارش من الكواليس لا هقول لك على حاجة مجلس إدارة نادي الزمالك والمسؤولين على مجلسات نادي الأهلي ومسؤولين عن الكرة شوية شوية وده عايب مش شوفهم ميزة بس بيمشوا مع سوش هالمتي عشان نبقى وقعين في الفترة الأخيرة السنين الأخيرة دي وده مش حلو مش حلو وفي ضغط من جمهور زمالك وأعضاء الجمع العمومية داخل النادي والذي داخل النادي يعرف كويس قوي من جمهور الآلي وأعضاء الجمع العمومية داخل النادي أعضاء العاملين في النادي والذي قريبين من مجلس الإدارة لا ضغطين وضغطين جامد قوي والضغط في النادي الأهلي غير أي نادي آخر من أعضاء الجمع العمومية علشان ما ستبقى فاهمة ووضح الموضوع كويس قوي فالضغط هذا بيأثر على المسؤولين عن الكرة أو لجنة الكرة والكابت المحمود الخطيب وفي المجلس اللي ليهم علاقة بالكرة اللي في ناس ما لعش علاقة بالكرة إنه لا طيب أنت رأي إن دا استعجال ولا لا لأنه وبرضه ما خدش فرصة وما كانش بلعب بالفرقة الأساسية نا هو أخد فرصة وخد فرصة كويسة جدا ما بلعبش بالفرقة الأساسية ففرصة الناشئين فين لمستك درب أسترن درب الجونة لازم يبقى ليك لمسة أنا علاقت كتير من المباراة من آخر المباراة لم يطلع الجيش علاقتها لأحد الإثاعات يعني ومباراة أمبي ومباراة كتير أو مع ناشئين وعلاقت المباراة خلال لما كان الأهل يبالعب بالأساسين وحتى في كل البطولات عايزة أسمع تقلية عن زيزو يمكن زيزو كان حديث للجماهير للكرة المصرية عموما في الدوري ظهر بشكل متفرد الحقيقة في الدوري السناطي صحي شايف إيه طبعا أخذ مباراة أحسن هداف أحسن هداف وأحسن صانع علعاب كمان صانع للفرص وللأهداف وأنا بعلق وأقول زيزو الأشباح كلها تلاميذو الأشباح الحقيين لنه بيخوف استقرار فأني رجل بعقلية طلع من كطاعات الناشئين بتاعت الأندية اتأسس صحة كرواية عشان نبقى واقعين مش عايز برضو أقول بالسلب على كطاعات الناشئين في الأندية بس ده ما يطلع بره بشكل مدروس ومحسوب مش سبوبة طلع صغير طلع عبلي كده طلع عبلي كده أعتقد طلع طلع هو صغير وطلع هو احترف كمان في الدوري البلجيكي وأعمال شغل يعني كويس فأتأسس صحة كرواية فعقليته بسنه المناسب مع وجوده في نادي الزمالك في التوقيت المثالي والحصول على الفرصة لا من أفضل لعبين المجنون اللي قلت هو لعب يخلص طلع ما عندك لعب يخلص ما يبقاش عندك مشكلة قيد مش قيد من أفضل لعبين المجنون في القرى الأفريقية من أفضل الأجناح وحتى لما أشرف من شرق ينتهي عقده لما راح مكانه عوض في وجود بقى في الجابهة الأخرى أي من اللعبين زي سيد نمار اللعب الناشئ اللي عمل حالك ويسا جدا مع نادي الزمالك فوجودش كبالة فوجود أي لعب لا عوض لعب بيقدر يلعب في أي مركز فطبعا هو أحسن لعب في مصر بلا جدال داخل مصر طبعا وأعتقد أن لعب مؤثر كمان للمتخب الوطني في الفترة الجاية يستحق كل الجوائز في الكرة المصرية في هدأ الموسيقى طب خلينا نتكلم على ملامح الدوري بقى المنتهدة شايف مين أبرز المهاجمين اللي موجودين فيه لأن يمكن كان ملفت للنظر أنهما مش من الأهل والزمالك صحيح يعني إحنا شفنا مهاجمين جدد شايف ملامح الدوري إزاي وفي نفس الوقت المتقلقين الجدد وفرص انضمامهم للمنتخب بتأكيد احنا شفنا مجموعة من اللعبين اللي ظهرت مع فيوتشر على سبيل المثال كما ذكرت أن فيوتشر كمان حقق اللقب الأول في كأس الرابطة رغم أنه بشكل مختلف دخل كده على الكرة المصرية كأس الرابطة تلعب مش باهتمام من الأندية الكبيرة لكن يبقى هو لقب لما فاز على غزة المحلة بخماسية في الفاينل بخمسة أهداف لواحد لكن مهاجم زي أحمد عاطف ظهر بشكل كويس جدا مع فيوتشر وانضم كمان للمتخب الوطن الأول مع الكابتن إهاب جلال في الفترة الأخيرة يبقى لعب مؤثر من المحترفين اللي أثروا جون إيبوكا تالت هدفي الدوري في الكورة المصرية هذا لعب ناجيري المحترف في نادي أمبي موجود حتى لو في نادي الأهلي أو في نادي الزمالك مروان حمدي لعب الزمالك المعارل سموحة السكندري لعب ناس كتير قوي انتقادته حتى في البطولة العربية لما شاركت مصر مع كارلوسكيروش في الضوحة الكطرية ولكن هو بيلاقي نفسه مع الأندية صغيرة زي سموحة وسموحة دائما بيعرف يطلع المواهب بشكل أو يطلع أفضل ملاد المواهب اللي بتيجي عنده أعارة زي مصوفة فتحة على سبيل المثال أحمد عبدالقادر ومنهم دلوقتي مروان ومروان 15 هدف ثاني هدف دوري أعتقد أنه برضو من اللاعبين اللي لازم يتحط عليهم العين مجموعة كبيرة أحمد رفعت مع فيوتشر مثلا محمد فتح الله مدافع غزلة المحلة وغزلة المحلة بقية في الدوري بسبب كتير من أو تأثير من بعض اللاعبين اللي كانوا موجودين أصحاب الخبرات مجموعة كبيرة من اللاعبين طبعا بخلاف الأهلي وإنه بعض اللاعبين اللي أثروا في الدوري الأول كانوا مش بشكل كويس لكن مع تذبذب النتائج أو التأخر في النتائج ابتعدوا فهنخليهم بعيد شوية وأبقى زمالك زي ما قلنا العناصر اللي دخلت زي سيد نمار زي محمد عبدالغاني مثلا وتوظيفه في نص الملعب في عمل شكل مميز عوضنا عن غياب طارق حامد على سبيل المثال ففي بعض العناصر اللي لأ دخلت لفتت النظر بشكل كويس والأجانب زي ما قلت منهم جون إيبوكا هو اللي كان مؤثر قوي لأنه كان تالت هدفي الدوري فبالتأكيد عنصر مؤثر طيب ما إنك قلت كارلوس كيروش في كلام مع المصري على كارلوس كيروش مع النادي الأهلي مع النادي المصري مع نادي مصري طبعا فيه في كلام كبير ومع نادي الأهلي بشكل صريح النادي الأهلي يدور على حد كويس حد تقيل حد يرضي غرور جماهير النادي الأهلي لأنه جمهور النادي الأهلي لما اتفتش كده سر الراجل اللي موجود سوارش لأنه سوارش أول ما تم اختياره أنا من الناس اللي قالت أنتم بتهزر بس كده لأنه على قدر تقل النادي الأهلي فما ينفعش أن النادي الأهلي يتلاعب فيه أو يبقى فيه أي أمور حد يجرب بالزراب لا يجرب فيه ولا ينفع تعمل فيه سبوبة ولا تعمل فيه أنه راجل إحنا هيكتشف ذاته مع النادي الأهلي لأن النادي الأهلي يقدر زي ما قلنا يكسب معه أي حد وكلام ده لا كان لازم يكون فيه اسم تقيل كبير يقدر يشيل النادي الأهلي ويعرف قدر إمكانيات النادي الأهلي حتى لو بناشئين يقدر يلعب بشكل كويس ويرجع البطولات لدولاب النادي الأهلي صحيح هي ما غابتش كتير بس أنه يغيب عن النادي الأهلي لقابين دوري متتاليين ما يرضاش بها جمهور النادي الأهلي مش متعول عليها جمهور النادي الأهلي لما بيبقى عامل ستة ألقاب وسبعة ألقاب وخمسة ألقاب متتالية زي ما كان آخر مرة يغيب عنه اللقب السادس فيها حاجة غلط لأنه بالنسبة له البطولة الأهلي لو خيرت ما بين دوري أبطال أفريقيا أو دوري وقال لك لا الدوري الأول الدوري ليه الأولوية في عقلية الجماهير الأهلوية طب شايف الأهلي تفوق على إسراميكا بالأربعة لكن الزمالك خسر واحد اتنين أو بالأحرى تفوق إسترن اتنين واحد إسترن بشكل عام وإسترن نزل درجة تانية نزل درجة تانية من المباراة لقبلها يعني رغم تعلق الزمالك احنا شفناها خسر مبارح في المباراة مباراة ليه مباراة توديع الدوري يعني عشان أيما أنا بودع بخسارة ولا بودع بفوز مباراة تكريم إسترن إسترن يستحق إسترن مشكلته إنه في الدوري الأول حصل خطأ إداري فلم يسجل ستة لعبين المحترفين اللي نضمهم في بداية الدوري فكرسة ونهى الدوري الأول بشكل تريمي ستة نقاط أو حاجة زي كده فلما جاء على عبدالعيل مدير فني براف يتعامل مع عقلية اللعبين اللي هم طالعين من القسم الثاني واللي عايزين يعمله حاجة في الكورة في الدوري الثاني لا من أفضل فرقة من التسعة لأوائل في الدوري من النصف الأعلى في ترتيب جادة والدوري بعدد النقاط إنه في ست مباراة يكسب المصري ويكسب الجونا ويكسب فيوتشار عمل حالة ست مباراة تكسب أربعة وتعادل اتنين يعني صحيح فكيف ماشي بشكل كويس جدا لكن الهزيمة الأخيرة وإنك عايز ترجع في الآخر ما بعد لم الأمور وإنه تخسر مش زمالك في مباراة أعتقد البنك الأهلي في مباراة تعلقات عليها خسر فيها تلاتة اتنين بسبب بعض عقلية اللعبين وأنه مجدودين خلال المباراة أفقدته الفرصة كان ممكن يبقى قدم كرة كويسة كده كنت بقول بيلعبها بس ما بيكسبش طيب أخيرا مبارح أعتزل واحد من يعني الجيل الدهبي بتاع الكرة زي ما بنقول كده كابتن وليد سليمان يعني كلمة أخيرة الكابتن وليد سليمان وليد سليمان من المواهب اللي مرت على كرة المصرية أيام ما كان النادي اللي لقى فيه سواء باترو جيتا أو إنبيا أو حتى في وجوده مع نادي الأهلي واللي أثر بشكل أو بآخر بتأكيد موهبة كبيرة جدا يجب أن يستفيد منها النادي الأهلي في سنوات اللجاية لأنه لجند أسطورة بالنسبة للي طالعين اللجاية اللي جاية لأنه عندنا مشكلة في تحت القاعدة والقاعدة في منها شكل كوي زي منتخب النشئين اللي عمل حالة في وهران الجزائرية ومنتخب شباب من قبل وفي المملكة العربية السعودية يجب أن يستغل هؤلاء الأبطال من أجل دعم جيل قادم بإذن الله يجب أن نتوقف برضا عشان الموجز نحن بنشكرك محمد أفيفي يعني دايما بتمتعنا بالنقد الرياضي للمباريات و للدوري إن شاء الله نشوف الدوري الجاي اللي هيحصل فيه شكرا للمشاهدة